ومزالك التاريخ أصبحت إسرائيل أهم شريك للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ارتبطت دولتان ارتباطاً وثيقاً بمصالح مشتركة فتحت الولايات المتحدة قزائنها لمساندة إسرائيل مالياً بلغت المساعدات الأمريكية في أول خمسين سنة تلتميت مليار دولار وكل عام تتلقى إسرائيل مساعدات عسكرية قيمتها 3.8 مليار دولار تمثل نحو 16% من مزانية إسرائيل العسكرية غالباً لكن في حالات الطوارئ تفتح مخازن السلاح الأمريكي لإسرائيل لتأخذ منها بلا حساب حدث ذلك في حرب أكتوبر 73 وحدث ذلك أيضاً في خلال الحرب في غزة 20-23 حسب مايكل حنة مدير المجموعة الأمريكية لإدارة الأزمات لعبت العلاقات الخاصة بين البلدين دوراً كبيراً في تطوير القوى العسكرية الإسرائيلية تعمدت الولايات المتحدة أن تكون إسرائيل أقوى من الدول العربية المحيطة بها مجتمعة لكي تكون محيطة بها مكاناً في حيث ولكن كبيراً في أسفل أمريكي تفتح ما تفتح من المجتمع وقمت بها أنني أصبح ما يحب عليها وقمت بها مجتمع وقد أنني أصبح مجتمع